ستون من المئة نسبة تقدم الأشغال بأكبر محطة لتحلية مياه البحر بقرصو التي تدخل ضمن البرنامج الاستعجال لرئيس الجمهورية 12 شهراً مدة الإنجاز عصرانة نظام البنكي المهمة الأساسية لتجمع النقد الآلي 18 بنكاً عموبياً وخاصاً بالإضافة إلى بريد الجزائر طرف فيه الاستثمار في مجال صناعة بطاريات الصيارات بأنواعها ورسكلة البطاريات المستعملة يساهم في تقريص فاتورة الاستيراد من هذا المنتوج العين من ولاية أم البواقي وأخيراً تتابعونك المعتاد فقرة ضيف البديل هذه أبرز المحطات التي سنتوقف عندها في عدد اليوم من البديل الاقتصادي مشاهدين سنلتقي مع التفاصيل بعد قليل ابقوا معنا البديل الاقتصادي أهلاً بكم أطيب التهاني بمناسبة العام الجديد مني أنا بشرة بشعيب ومن طاقمي البرنامج نحن هنا بقرص ولاية بومرداس حيث هذه المحطة لتحلية مياه البحر وهي للإشارة أكبر محطة من أصل ثلاثة التي تدخل ضمن البرنامج الاستعجالي لرئيسي الجمهورية هي حالياً قيد الإنجاز مثل ما تشاهدون فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بها حوالي ستين من المئة ولمن يسأل عن طاقة استيعابها الجواب ثمانين ألف متر مكعب يومياً هذا الاستثمار الكبير يسنده لأول مرة لشركات وطنية التي ستنجز المشروع في وقت قياسي لن يتعدى 12 شهراً تحدي كبير يقول الزميل محمد بولعراق الذي قام بالتصوير بذات المحطة روبرتاج في إطار البرنامج الاستعجالي لرئيس الجمهورية محطة كورسو بولاية بومرداس هي أكبر محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تقدر بثمانين ألف متر مكعب محطة تحلية مياه البحر كورسو محطة دات ساعة قدرها ثمانين ألف متر مكعب يومياً على مساحة قدرها ستة هكتار فاصل ثنين بتكنولوجيا أوسموس أنفرز هذه المحطة منجزة على ثلاث مراحل المحطة تحلية مياه البحر بكورسوين دارج في إطار البرنامج الاستعجالي لرئيس الجمهورية المتمثل في إنجاز ثلاث محطات على مستوى البخرة المحطمة بساعة إنتاج عشر ألف متر مكعب على مستوى المرصى بساعة إنتاج ستين ألف متر مكعب وقورسو ثمانين ألف متر مكعب في تجربة أولى محطة قورسو أسند إنجازها لشركات جزائرية مئة بالمئة الأشغال هنا تسير بوتيرة متسارعة وبفريقين يعملان ليل نهار نسبة تقدم أشغال الهياكل القاعدية وصلت إلى ستين من المئة وينتظر انتهاء الأشغال في الآجال المحددة نسبة الأشغال شارفت على ستون في المئة نعمل بفرقتين ليلية ونهارية على مدار عشرون ساعة تقريبا كل منشآت خراصنية كاملة فقط بعض الرتوشة الأخيرة وهي جاهزة لاستقبال المعدات وكما تعلمون مثل هكذا مشاريع آنفا كانت تنجز من طرف شركات أجنبية بالعملة الصعبة وفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات واليوم بفضل سياسة رشيدة للدولة وإعطاء ثقة في كل ما هو جزائري اليوم هذا تحدي بالنسبة لنا أن نقدم مشروع في هكذا مجال ومن نمنع على الأقل استنزاف العملة الصعبة ونمنع احتكار الأجانب لمثل هكذا مشاريع أما القناة الرابطة بين محطة الضخ بقرسو وقنوات الشبكة الرئيسية التي تزود ولاية بومرداس والجزائر العاصمة بالمياه الصالحة للشرب فالأشغال شارفت على نهايتها ترع رئيسي لإنجاز قناة ربط محطة تحلية مياه البحر بمدينة قرسو والقناة الرئيسية سبات ألفين التي هي ربطة بين مناتزي وزول والجزائر العاصمة كمية المياه التي ستضخ عبر هذه القناة حوالي 80 ألف متر مكعب يوميا إنجاز راح وصل نسبة متقدمة بـ 94% بقي ربط القناة الرئيسية بمحطة الضخ وبقناتين ربط في مستوى القناة القادمة المتزي وزول نحو الجزائر العاصمة المتزي وزول نحو الجزائر العاصمة المتزي وزول نحو الجزائر العاصمة ويحصل على الجزائر العاصمة المتزي وزول نحو الجزائر العاصمة أحسن من القناة الكلاسيكية المعادن والفونت القناة الرئيسية ذات القطر ألف نوع بي أر فيي على طول ثلاثة كيلومتر الشركة المنجزة هي شركة إدرو أميناجمو وهي سواعد جزائرية المشروع تحدي للشركات الجزائرية رغم بعض العراقيل التي واجهت المشرفين عليه هذه المعدات نستوردها من الخارج من بلدان أسيوية أوروبية وحتى أمريكية وضعنا مخطط مع شركة صاحبة مشروع آيوسي لتقديم المشروع في أجاله وفي أواخر شهر أفريل أحتياجات ولاية بومرداس من المياه الصالحة للشرب حسب مختلف مكاتب الدراسات تفوق 250 ألف متر مكعب يومياً كان جنارها منها لكاعة جنار يومين بيومين ويومين يطلقوننا المال أشياء كل يومين يطلقون أشياء سيه ماشي ميجيش خلاص وماشي كاين كل يوم صافي عدنا المشكلة تعل ما يجي ويرح مشروع كبير راي فقل أزلال الولاياتنا وبلدية خورصة وخاصة ولي راني نعاني ومنها حاليا نتاجر نشر تقريب يوميا نجيب شاهنة الماء ومئة وخمسين ألف خسارة بالزاف ماذا بنا المشروع هذا يتحقق ماذا بنا هنا المشروع هذا نشربه منه قبل ما يدخل الصيف الاحتياجات التي تم إحصاؤها من مختلف مكاتب الدراسات يعني تراه في مئتين وثلاثة وخمسين ألف متر مكعب يوميا يعني العجز الحالي راح حوالي ثلاثة وسبعين ألف متر مكعب يوميا بالأرقام ولاية بومرداس تنتج حوالي مئة وثمانين ألف متر مكعب يوميا منها خمسين ألف متر مكعب يوميا من محطة تحلية مياه البحر لكاب جنات اللي راحي في الخدمة عندنا حوالي خمسين ألف متر مكعب يوميا من المياه السطحية اللي جينا من ستة قسبت وعندنا حوالي أربع وستين ألف متر مكعب يوميا اللي هي مياه جوفية عن طريق الآبار الارتوازية اللي راحي في الخدمة عددها حوالي 87 بئر هي في الخدمة حاليا فيما يقص الخدمة العمومية في التوزيع عندنا حوالي 15% من السكينة راه يتمون بصفة يومية عندنا حوالي 31% راه يتمون حاليا بنهار على نهار والباقي اللي هي 54% راه يتمون يوم على ثلاثة فأكثر هذا المشروع هذا إن شاء الله راح يسمحنا باش نغطي نسبيا يعني نغطي نسبيا للعجز اللي هو يعني مقدر حاليا بحوالي 75 ألف مكعب يوم المشروع الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية سيجعل ولاية بو مرداس في ريحية من توزيع المياه الصالحة للشرب هذه هي الطريقة العصرية لسحب المال من رصيدك أنت تحتاج فقط لهذه البطاقة البنكية ورقمك سري العملية مؤمنة 100% كيف ذلك؟ ترتكز استراتيجية عصر النظام البنكي في الجزائر على عدة مهام مسطرة مسبقا منها تحديد العلاقات النقدية ما بين البنوك وضبطها بقواعد المشتركة يضاف إليها المصادقة على مطابقة نشاط النقد الآلي والتجارة الإلكترونية لمعايير السلامة والأمن المحددة وطنيا ودوليا دون إغفال محاربة الغش الذي قد يطال المعاملات المالية كل هذه المهام تصطلع بها هيئة تسمى تجمع النقد الآلي التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 2014 وينخرط فيها 18 بنكا عموميا وخاصا بالإضافة إلى بريد الجزائر الزمين محمد عمراني زار تجمع النقد الآلي وعاد لنا بهذا الروبوتاج سجل القطاع البنكي في الجزائر خلال الأعوام الثلاثة الماضية خطوات متسارعة لتدارك التأخر في ولوج الرقمنة والشمول المالي ما بين البنوك ولتنفيذ استراتيجية السلوطات العمومية لعسرانة النظام البنكي أوكلت المهمة إلى تجمع النقد الآلي الجمع النقد الآلي هو هيئة متكونة من كل البنوك الوطنية القائمة المصرفية في الجزائر وكذلك بريد الجزائر المهم تجمع النقد الآلي هو أولا ضبط كل ما هو تعاملات بين البنوك وبريد الجزائر في ميدان الدفع الإلكتروني أن يكون هناك ضبط التعاملات وكذا العمليات بين هذه الشركات كذلك مهمة أخرى وهو تطوير ما هو الدفع الإلكتروني في الجزائر الأرقام المحققة في الميدان تشير إلى تسليم أكثر من 12 مليون بطاقة بنكية لزبائن البنوك وأكثر من 41 ألف جهاز للدفع الإلكتروني للتجار مع اعتماد 279 منصة للتجارة الإلكترونية مكنت من إجراء حوالي 21 مليون عملية بيع وشراء إلكتروني منذ إطلاق هذه الخدمة باستعمال المنصة الحالية المنصة يمكن التاجن أن يكون هناك يدماج ويقوم ببيع عبر الدفع الإلكتروني في بعض الأيام وسبوع على الأكثر وإحنا عندنا برنامج مع البنوك وكذلك بريد الجزائر يعني نكون هناك في سنة 2023 يكون هناك حضور أكثر لهذه أجهزة الدفع الإلكتروني عند التجار بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة مهمة تأمين التعاملات البنكية الآلية والإلكترونية يسهر على تنفيذ كل مرحلها إطارات يشتغلون ضمن أخطاب متخصصة تابعة لتجمع النقد الآلي هناك مقاييس يتم وضعها على مستوى مجمع النقد الآلي وهي متوفرة على مستوى الموقع الإلكتروني لمجمع النقد الآلي هذه المقاييس يستطيع الإطلاع عليها هذا المتعامل والتأكد من أن جهازه يوافق هذه المعايير فيتم بعد ذلك هناك مقاييس عمليتية يتم من خلالها توفيرها على مستوى الجهاز سواء على مستوى التطبيق الآلي لعملية الدفع الإلكتروني فهذا التطبيق يكون ملائم لمنصة الدفع الآلي المتوفرة في السوق الجزائري قطب محاربة الغش بشر مهامه شهر جانب 2020 وذلك بالتزامن مع إدماج بريد الجزائر ضمن شبكة النقد الآلي القطب مكلف بمهمتين رئيسيتين الأولى تتمثل في الوقاية من حدوث الغش باستعمال تطبيقات وإجراءات أمنية أما المهمة الثانية فتبدأ حال اكتشاف محاولة تحايل وتدخل هنا يعمل على الحد من الأضرار أو منع وقوعها قطب الدراسات والتطوير مسؤول عن وضع القواعد المتعلقة بالتعاملات النقية والأجهزة المدمجة في النظام المصرفي الجزائري وعلى سبيل المثال الشروط المحددة لاستعمال البطاقة البنكية تعد مرجع يتقيد به جميع المتدخلين في النظام المصرفي ونفس هذه القواعد تحدد أيضا شروط استعمال أجهزة الدغع الإلكتروني والموازعات الآلية للنقود السندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وبنك التنمية المحلية على سبيل المثال استطاع بلوغ الرياضة في مجال العسرنة فائدة أرباب العمل تسمح هذه الخدمة بدفع أداءات ضمان الاجتماعي المصرح بها عبر بوابة تيلي ديكلاراسيون بصفة فورية وآمنة وعلى مدار 24 ساعة إلى 24 ساعة دون عناء التنقل أو تقديم أي وثيقة يكون دفع عبر تلطرق طريقة الأولى هي بطاقة تبادل بانكي أو كارت سي بي أو حتى بطاقة ذهبية التي تم إدراجها مؤخرا طريقة تانية هي طريقة الخدمة البانكية الإلكترونية أو الإي بانكينج أو عن طريق خدمة تبادل بيانات المعلوماتية هي لبيمو أدي قام البانك بتنصيب أكثر من 8000 جهاز دفع إلكتروني لدى التجار ممارسي مختلف الأنشطة التجارية على مستوى جميع التوراب الوطني وكذلك المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لعمليات الدفع الإلكتروني المسجلة على هذه الأجهزة فقد قدرت خلال هذه السنة بأكثر من 800 ألف عملية مما يمثل زيادة تقدر ب13% بالمقارنة مع السنة الماضية كما نشجع حاملي البطاقات الببنكية على استعمال هذه الخدمة خاصة وأن عملية الدفع مجانية أي بدون اقتطاع رسوم ولكن بين التاجر والمواطني تفاوت في التعاطي مع العسرانة التي يشهدها القطاع البنكي في الحقيقة هذا التي بيو عندنا حوالي 4 سنين من اللي جبناهم يعني ولهي بارك صافي بليزير إنسان يبيتي يعني لدراهم بزافي جيل بفل فالأخر يبيتي لنحصلتم على مالادي هدي بزافته إنسان يمثل دراهم بزاف منه بتمليح إحنا مدابينا مدابينا ما ننفذوش دراهم معنا يعني لو كان نقدروا نستعملوها بسهولة أنا مدابي ندل ألاش مدابي ندل كارطة ولا ندل دراهم معي بالصح جابل ربي يعني الانفورماشون قليلة لازم المواطن يكون على بالو بالو باللي نقدروا نستعملوها لازم كما نقولو نتخفاي دا انفورماشون في ميدان الابتكار المالي شركة ناشئة دخل كبير في إدماجها في ميدان الدفع الإلكتروني أولا بوجود حلول أو طرق سهلة لإقبال المواطنين على استعمال الدفع الإلكتروني كذلك التجار لاستعمال أجهز الدفع الإلكتروني هناك شركة ناشئة قدرت تصنع بديل لأجهز الدفع الإلكتروني ليكلف أقل من تكلفة الحالية لجهاز الدفع الإلكتروني ولتحقيق رهان العصرن والرقمن يتوجب على القطاع البنكي استغلال التطور الذي يشهده سوق الهاتف النقال في الجزائر الذي سجل أكثر من 48 مليون مشترك خلال 2022 وذلك من أجل تعميم استعمال الدنار الرقمي الجزائري الذي تعمل الحكومة على تجسيده إلى وقت قريب كانت نفايات البطارية المستعملة تشكل خطرا على البيئة والصحة العمومية لكن مع بداية الاستثمار في مجال صناعة بطاريات السيارات بأحجام وأنواع مختلفة شرعت معظم مصانع البطاريات في تشييد وحدات تحويلية فضلا عن صناعة بطاريات السيارات هذا وقد تم الاستثمار في استرجاع ورسكلة البطاريات المستخدمة بهدف تأمين احتياجة المصانع من المادة الأولية العينة من بلدية عينبليلة ولاية أم البواقي حيث أنجزت الزميلة نوال صويلح هذا الروبرتاج أكثر من 40 ألف طون من البطاريات المستعملة يتم إعادة تدويرها يوميا لاستخراج حوالي 20 ألف طون من الرصاص كمية كافية لصناعة ما يقارب 4000 بطارية جديدة بأنواع وأحجام مختلفة ناعدنا هنا الفور يقوم بإعادة تدوير المادة الخام بشي يحولها المادة الرصاص الخام الرصاص هذا نعود لحوه في الفور عدنا الفور هذا الساعة أو اللي تكون 12 ألف طون الدرجة الحرارة أو اللي تكون تصل 1500 درجة مئوية من الفور هذا نخرج نسبة رصاص خام تصل 45 ألف طون في 24 ساعة نخدم بها حوالي 4000 بطارية نحن نواصلين 6000 طون من البطارية البطارية القديمة دورناها عملنا لها الرسكالة هذه تخرجنا بتقريب 4000 طون من الرصاص إضافة إلى الرصاص الذي يعتبر المادة الأولية في صناعة البطاريات هناك مادة البلاستيك التي كانت تستورد في الماضي القريب لكن مع دخول مصنع إعادة رسكالة البطاريات حيز الخدمة ساهمت هذه العملية في تقليص فتورة الاستيراد بإنتاج ما يقارب 6000 وحدة من أغطيتي وصناديق البطاريات إضافة إلى إكسسوارات السيارات نحن الشركة الأولى من نوعها على المستوى الوطني لصناعة هذه المنتوجات وبفضل الشركة أكثر من 10 مصانع اليوم حبسوا الاستيراد هذه المنتوجات وبفضل كفاءة الشركة طورنا الإنتاج في البدء بإنتاج قطع غيار السيارات مثل ليفاسدو أوتوموبيل ليجوان دو كاش كيلبيتر واليوم طرحنا المنتوجات في السوق بأسعار جد جد ممتازة وبجودة عالية يعني بجودة عالية المصنع يشتغل 24 ساعة إلى 24 ساعة سبعة أيام على سبعة أيام يعني ما نتوقفوش على الإنتاج مهائي عدد العمال هو اليوم في 70 عامل وهو يعني في تطور كل شهر عدد العمال يزيد وعندنا طموحات في تطوير الاستثمار أكثر وإنتاج منتوجات أكثر مصنع البلاستيك التابع لمصنع البطاريات ساهم في رفع نسبة الإدماج لتصل إلى 96% وبقدرة إنتاجية تقدر ب450 ألف بطارية في السنة ما سمح بتغطية احتياجات السوق الوطنية عدد العمال نتوعنا هو 210 عامل أبوني السوق نتاعنا متواجد على 58 ولاية يعني كل ولاية نعمل عدنا الربريزنتان نتاعنا واليوم رأنا نحوس على زبائن بالخارب من جهة أخرى مصنع البطاريات الذي دخل حيز الاستغلال سنة 2015 وصلت نسبة الإدماج به إلى 93% وبقدرة إنتاج تفوق مليون بطارية في السنة في انتظار ولوج السوق العالمية سنة 2023 من خلال اقتناء آلات حديثة ستساهم في تحسين وزيادة الإنتاج ليصل إلى ثلاث ملايين بطارية سنويا يتم توزيع المنتج دعنا في كامل طورة الوطن رأنا نغطيها حالياً 40 حتى الـ 45% من السوق الوطنية ومن الإنتاج المحلي فيما يخص التصدير عنا عدة عروض اللي جاتنا من الدول الشقيقات وأيضاً من الدول الأوروبية عنا مشاريع لتوسعة كما يقولون نزيد القدرة الإنتاجية والتنويع أيضاً فيما يخص بطاريات أجيام بطاريات صناعية بطاريات طاقة الشمسية وبطاريات الفوركليفت والآلات والجرارات الكهربائية اللي يرانا إن شاء الله في 2023 حتى 2024 هذا من المشاريع المستقبلية راح تقوم بها الشركة قمنا باقتناء عدة آلات حديثة لزيادة والتنويع في القدرة الإنتاجية هذه الآلات هي فول أوتوماتيك ويعني من أحدث التقنيات موجودة في عالم البطاريات ضماناً لجودة المنتوج وسلامة المستهلك يتم إجراء اختبارات على البطاريات قبل تسويقها اللي هنا عندنا في الشاكل هم قاعدة إحنا يخرجنا من البروديكسون نجيبوا اللي باتخين عندنا اللي هنا في اللابو نطبقوا عليها دي تيست كان دي تيست إلكتريك و دي تيست ميكانيك دي تيست إلكتريك برعامل سيفان بوورد دماراج وعندنا تيست اللي نقاعد نديرو فيه ميكانيك واتحنا للفبرات هذا من أجل ضمان الجودة وكذلك ضمان صحة السائق لإستعمال هذه البطارية إغلاق السوق الوطنية بالبطاريات المحلية سيفتح مجالا للمنافسة بين المنتوج المحلي والأجنبي ومن تم تراجع فتورة الاستيراد هذه الآن آخر محطة في البرنامج فقرة ضيف البديل الزميلة سهلة حريرية حاولت ضيفها في مستهل 2023 حول الرهانات الاقتصادية الكبرى التي تنتظر الجزائر في ظل تحولات التي تحرك الاقتصاد الوطني والدولي متابعة طيبة الرهانات أولا فيه رهانات وتحديات خارجية وفيه رهانات وتحديات داخلية نذكر على سبيل المثال التحديات والرهانات الخارجية هو استعداد الجزائر إلى انضمام منظمة البريكس وهو رفع من الناتج الإجمالي الداخلي إلى حدود 200 مليار دولار ونعرف أن الجزائر لها إمكانيات أن تصل هذا الرقم المهم هذا التحدي الأول التحدي الثاني هو رفع من الإنتاج الطاقوي لأن الجزائر تصدرت دول المنتجة للغاز والبترول وخاصة طلب المتزايد من طرف الدول الأوروبية والدول المجاورة للجزائر ونظن هذا أنه فيه رقم يجب أن تصل للجزائر وفي حدود 100 مليار متر مكعب من الغاز وهذا يسمح الجزائر أنها تضع نفسها مع الدول المهمة في الساحة العالمية وخاصة الاقتصاد العالمي لأنه اليوم العالم يعيش أزمة طاقوية مهمة جدا هناك رهان آخر على الجزائر أن تواكي به وهو الطاقات المتجددة فالجزائر لها من الإمكانيات ما تجعل من هذه الطاقات المتجددة يعني محور ينافس أو يوازي أهمية الغاز والبترول أما نتكلم عن الرهانات الداخلية مواصلة الإصلاح الاقتصادي ووضع آليات كافيلة بأولا محاربة الفساد والرقمانا ومحاربة البرقراطية وإصلاح إداري عميق إصلاح المنظومة البنكية والمصرفية لتتماشى مع التحولات السياسية النقدية العالمية جزائر خلال سنة 22 يعني أطلقت أو يعني قامت بعدة إجراءات قانونية تنظيمية ومن أجل يعني وضع الاقتصاد الجزائري على السكة الصحية من بينها هو القانون الاستثمار والذي أحدث ثورة في الشأن الاقتصادي الداخلي في الجزائر وحتى على المستوى الدولي فيه استجابة وفيه طلب كبير على الاستثمار في الجزائر فيه آليات أخرى لترافق قانون الاستثمار هي الوكالات الدعم الاستثمار وفيه كذلك إنشاء أو تخصيص وزارات خاصة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى إلى ترقية المؤسسات الناشئة ونظن هذا يعني عمل جبار لأنه خرجنا من الحلول الضرفية الضيقة أو الحلول الاستثنائية خاصة تلبية بعض مطالب الشغل أو البطالة اليوم الجزائر في وضع قلت لك أنه رفعت من سقف التحدي الصندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة كان واضع يعني كان غير متأكد من الاستقرار الاقتصادي للجزائر وكانت عنده مؤشرات وبعض الشكوك بين قوسين في ما يخص تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة الكوفيد ونحن نعلم أنه حتى الاقتصاد العالمي الجزائر ليست منعزلة اقتصاديا على ما يحدث في العالم وبالتالي كانت الصدمة قوية جدا ولكن بحنكة وحكمة الحكومات وسلطات العمومية في الجزائر تداركت وامتصت هذه الصدمة الاقتصادية وبعدها تعافى الاقتصاد الجزائري وحقق نتائج ايجابية في النمو الاقتصادي وتغيرت نظرة حتى الصندوق الدولي من الشكوك التي كانت ترودها حول تعافي الاقتصاد الجزائري وحتى بشهادة بعض المنظمات الدولية التي تتابع الشأن الاقتصادي للدول أنه فيه مؤشرات ايجابية للاقتصاد الجزائري بان يكون قاطرة الاقتصاد بالنسبة للقارة الافريقية وحتى تبوء مكانة مهمة على اساس ان الجزائر تطمح الى ولها استعداد كامل للانضمام الى منظمة البريكس وعندها من الامكانيات ما يسمح لها بان تكون ضمن هذه المجموعة وهذه المنظومة الجزائر او السلطة الاممية وضعت ثق لها في الجانب الاقتصادي ولكن يجب ان لا نغفل عن الجانب الاجتماعي والجانب السياسي كذلك يلعب دور مهم ناخد مثلا تنمية المحلية في الجزائر تنمية المحلية اليوم رهي تسير من طرف مجالس منتخبة فهذه المجالس المنتخبة يجب ان تكون في مستوى تطلعات الاقتصادية للبلاد اولا حتى ان سلطات الاممية تركز على خلقة ثروة على المستوى المحلي مساهمة المواطن في تنمية الاقتصادية بهذا نصل مشاهدين الى ختام حلقة اليوم من البديل الاقتصادي نلقاكم بخير وعافية بعد اسبوعين من الان تحياتي تحيات فريق البرنامج الى اللقاء اشتركوا في القناة